موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين بحضور الرئيس الصيني الأمين العام لتجمع اليمن للإصلاح يشارك بمؤتمر إحياء الذكرى السبعين لطرح المبادئ الخمسة للتعايش السلمي موسيقى محتجون في مأربة وتعز ينددون باستمرار جرائم الاحتلال الصيوني بحق غزة والتجويع الممنهج لسكان القطاع موسيقى ناشطون يمنيون يجددون مطالبتهم بسرعة الإفراج عن القيادي محمد قحطان والتمسك بخيار عدم التفاول موسيقى 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 المصرح على هامش المؤتمر بالعديد من قيادات الأحزاب والسفراء في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وناقش معهم قضايا القضايا على الساحة اليمنية والإقليمية وشدد الرئيس الصيني في كلمته بالمؤتمر على معالجة العلاقات بين الدول والحفاظ على السلام والأمن في العالم بشكل مشترك وتعزيز تنمية وتقدم البشرية جمعا واعتبرها العناوين الهامة في المسيرة التاريخية لتقدم المجتمع البشري في العصر الحديث والمعاصر التي لا تتوانى كافة الدول عن استكشافها وكان قد استقبل نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السيد وانغ دونغ مينغ أمس الخميس في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين الأمين العام لتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الأنسي والوفد المرافق له والذي يزور الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من القضايا على السحة اليمنية والعلاقات بين البلدين والعلاقة بين الحزبين والقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأشهد الوفد بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات ودعم الصيني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وبحث اللقاء مستوى التعاون البرلماني بين مجلس النواب اليمني ومجلس الشعب الصيني والعمل على تطويرها وتنميتها كما جرت تباحث الحزبي حول التعاون بين تجمع اليمن للإصلاح والحزب الشيعي الصيني والتواصل المستمر لتنسيق المواقف وتعزيز العلاقة وجدد أمين عام الإصلاح خلال اللقاء الإشادة بمواقف الصين الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية وثمن موقف الصين الداعم للقرار 22-16 وحرصهم على إحلال السلام العادل والمستدام في اليمن معاربا عن الارتياح لتنامي علاقة الحزبين الصديقين والتي تعد انتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين ولما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين من جانبه أشاد عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية الأستاذ عبد الرزاق الهجري بمستوى التعاون الثنائي بين الحزبين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني وأكد على التواصل المستمر لتعزيز العلاقة بين الحزبين وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب بين الحزبين أشار الهجري لدور الكتلة البرلمانية للإصلاح في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين فيما أشاد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن بصرة بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين في المجال البرلماني مشددا على أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية اليمنية الصينية بدوره أشاد نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السيد وانغ دونغ مينغ في كلمته باللقاء الذي جمعه بالأمين العام للإصلاح والوفد المرافق له أشاد بالعلاقات بين الحزبين التجمع اليمن للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن والتي شهدت تطورا مستمرا ومتناميا توج بزيارة وفد الإصلاح رفيع المستوى وأكد المسؤول الصيني استعداد بلاده لتنسيق الجهود بين البلدين على مستوى الحكومة وفي المجال الحزبي واستعدادها للإسلام في إعادة الإعمار والاستثمار وإقامة المشاريع التنموية ودعم الحكومة اليمنية وإحلال السلام في اليمن وجدد التأكيد على وقوف الصين مع وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه قال نائب رئيس مجلس النواب والقيادي في التجمع اليمن للإصلاح المهندس محسن باصرة إن العلاقة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية تتميز بامتداد جذورها في أعماق التاريخ عبر التواصل الوثيقي الذي مثله طريق الحرير القديم أكد بصرة في كلمة الضيوف أمام منتدى قصة الحزب الشيوعي الصيني تطبيق أفكار الزعيم شينجين بنغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية الذي عقد في بكين أن الصين من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري ووقفت إلى جانب الثورة اليمنية وأن علاقات بين البلدين شهدت بعد تحقيق الوحدة اليمنية تطورات هامة في مختلف المجالات استنادا على قاعدة متينة من الصداقة الحقيقية والاحترام المتبادل وأشار إلى استمرار اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين قبل الوحدة وبعدها وعقد العديد من الاتفاقية الثنائية وبرتوكولات التعاون ومذكرة التفاهم في مختلف المجالات وتنفيذ المشاريع الصينية الاستراتيجية في اليمن في مجال الطرق والصحة والتنمية والثقافة والبنى التحتية وغيرها من المشاريع ولفت إلى أن الموقف الصيني ما يزال داعما للشرعية اليمنية ورافضا للانقلاب الحوثي وأن الصين تؤكد دوما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دعمها لليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه معربا عن تقدير الحكومة اليمنية ومؤسساتها والبرلمان لهذا الموقف وأنه محل تقدير كل أبناء اليمن ويعزز علاقات البلدين وعبر أبا سر عن الشكر والتقدير للموقف الصيني الداعم للشعب الفلسطيني ورافض للعدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة رفح والمنادي بفك الحصار ووقف الحرب وإحلال السلام في فلسطين جدد خطيب ساحة الحرية بتعز التأكيد أن ميليشي الحوثي الإرهابية مسيرة من الإرهاب والاختطافات ودعا خطيب الساحة إلى المزيد من اليقظة والانتباه لخطر هذه الميليشي الإرهابية والعمل على وقف جرائمها بحق الشعب اليمني إصابة خطفت الدولة وتبعت بخطف السكان إلى السجون وخطفت المرتبات والخدمات وخطفت الشركات والمصانع والمؤسسات ولا زالت تخطف أرزاق الناس ولقمة عيشهم لتسخر كل ما سبق لأسرة وجماعة إرهابية يقال لها جماعة الحوثي لتنتهي بخطف الطائرات وتمنع عودة الحجاج اختطفوا تاريخنا وأوهموا أبناء اليمن أنهم قد حكموا أكثر من ألف ومائتين عاما كما يدعون اختطفوا تراتنا فأحرقوا المكتبات اليمنية في عموم اليمن وزرعوا الخوف في كل مكان اختطفوا الثورة والجمهورية ورموز النضال واختطفوا الفرحة والبسمة من ثغور وشفاه أبناء اليمن جميعا اختطفوا خيرة شبابنا من الشوارع واختطفوا خيرة أبناء اليمن من الجبهات فقتلوهم ورحل أولئك شهداء وسيفد هؤلاء قتلة يحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى تاريخها يقول بأنها خطفت التراث وادعت أنها أتت من عند الله لتحكمنا لتخطف الحكم وأبناء تعز أكثر من اكتوى من خطف الحوثيين للطرق وأغلاقها عليهم لسنوات طوال فهذا مذهبهم وتاريخهم الخبيث الذي بدأوه باختطاف نسب ليس لهم ولا يمتون إليه بصلة اختطفوا الرمز السياسي محمد قحطان المناضل الذي كان يحاورهم بالكلمة والذي علمهم قيمة الكلمة اختطفوه لأنه خالفهم في بعض رؤاهم واختطفوا أخيرا الطائرات وقبل ذلك وبعد ذلك اختطفوا بلدا بأكمله ما لم نتحد جميعا فإننا سنسقط في شركهم وسنكون ضمنا لهذا التآمر آمر الاختطاف ومسلسل الاختطافات إياك أن تكون غبيا لتدعم دعيا وتناصره بكذبته فبحسب خبرة اليمنيين بهذه الجماعة لا يتبعها إلا جهلة البلاد ومجرمها وإن حاولت تجميل صورتها بفتح طريق واحد إلا أن أبناء تعصاحين وموحدين ولن يقبلوا باختطاف قضيتهم العادلة من قبل جماعة حاولت اختطاف قضية غزة بعنتريات عرف اليمنيون كذبها وعقب صلاة الجمعة نفذ المصلون بساحة الحرية وقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة الذين يموتون جوعا وقصفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحت مرأة ومسمع العالم وردد المحتجون هتفات تندد باستمرار مجازر الاحتلال الصيوني بحق سكان القطاع مطالبين أحرار العالم بالتدخل العاجل بوقف الإبادة المفتوحة بحق الفلسطينيين رجل صادر لاجل تم وعذرة في م architect وردد ف Tusk رجل صادر لاجل تم وردد صادر لاجل و поддержison manis de官 و العابàn الأجل لولا دعم الأمريolo و استخدد في غضرك و أعظ gouvernement ترجمة نانسي قنقر نصرة للشعب الفلسطيني وتأكيدا على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الفلسطينيين حتى الانتصار لقضيتهم واستعادة أرضهم ومقدساتهم ويمضي الشهر التاسع على التوالي وما زال الدم الفلسطيني يتدفق وما زال الجرح الغزاوي ينزف على مرءا ومسمع من العالم وما يزال اليمنيون يعلنون تضامنهم ووقوفهم مع أبناء غزة وفلسطين عموما في وقفات ومسيرات وفعاليات متنوية تتواصل بتواصل الظلم والمجازر والانتهاكات التي تطال الصامدين الصابرين في كل مناطق قطاع غزة نحن هنا في هذه الميادين وفي هذه الساحات منذ بدء عملية طوفان الأقصى تضامن في الساحات مع الشعب الفلسطيني مع ما يحدث في غزة رغم العالم اللي نعاني في اليمن رغم المحن رغم الظروف إلا أننا مع الشعب الفلسطيني ومع غزة مستمرين إن شاء الله وقفة تضامنية جديدة للمصلين الذين يخرجون من جوامع المدينة السبائية عقب كل صلاة جمعة يكمل عبادتهم ويؤكد نصرتهم مجسدين الشعور الواحد والجسد الواحد الذي يؤلمه إصابة بعضه وهل فلسطين إلا جزء من الجسد بل القلب النابض الذي به يقاس شعور الأمة ومدى بقائها على قيد الحياة نناشد الضمير العالمي بمؤسساته وهيئاته ومنظماته لرفع الصوت عاليا ضد اتساع جريمة التجويع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية كما ندعو إلى سرعة كسر الحصار وفتح المعابر وإقاثة الشعب الفلسطيني في قطاع قزة حيث المجاعة تضرب بأطرابها وتفتك بالأبرياء على مرأة من الجميع هتافات تشق عنان السماء ومطالبات تتكرر بإيقاف العدوان وفك الحصار وإدخال المواد الأساسية من غداء ودواء وكساء وماء ومأوى لكن ظلماً معتج وصمماً متواطئ وسكوت العاجز وصمت الشعب يقف دون خروج تلك المطالب إلى حيث التنفيذ المواقف اليوم العربية والإسلامية لو صدقت تجار قضية فلسطين لكانت القضية منتصلة منذ الزمن لكن للأسف الشديد هناك غمغمة في المواقف وعدم مضوح اليوم خذلان لغزة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى خذلان كبير عربي وإسلامي اليوم يتفرجون على غزة وهي تباد إبادة جماعية بلا هوادة من قبل عدو محتل غاصب لا يعرف قيم ولا أخلاق ولا دين ولا شيء فالمواقف اليوم الضبابية بل مواقف قد تصل إلى أن نقول أنها مخزية تجاه قضية فلسطين تجاه قضية غزة تستمر الوقفات والفعاليات واستمر الصمود وتلوح بوادر الفرج في عجز الباغ الصهيوني عن تحقيق هدفه وثبات المجاهد الفلسطيني حتى استعادة أرضه محمد القليصي لقناة سهي مأرب يمثل غدير الولاية انقلابا على أصول الإسلام ومبادئ الرسالة المحمدية العالمية وهو إعلان حرب وبيان ثورة مضادة هدفت إلى نسف الإسلام الحنيف من جذوره الإسلام دين عالمي شامل لكل زمان ومكان وقوام رسالته السماوية الخاتمة الخالدة هو الرحمة والإنسانية والعدل والمساواة والوسطية والنهوض بالوعي البشري والارتقاء بالسلوك الإنساني إلى مصاف الكمال والملائكية على الخلاف من هذا تبرز فكرة الولاية كنقيض صارخ لكل ما جاء الإسلام من أجله وأسهم في إرسائه عبر عقود من الجهاد والتضحيات في نشر الإسلام وبناء دولته وحضارته ولا تحمل فكرة ولاية الغدي لأي تبذرة خير في حفلها الملغوم بالمعاضير من لغو الحديث كما لا تقدم لمن تريد منه الاعتناق بها أي وعد بتحسين ظروفه أو تقدير جهوده في تفاصيل هذه الفكرة العدمية يكمن الشيطان بقبيله كاملا ويجاهر بمشروع تدميري لاسف لكل مقومات الوجود وأساسيات العيش المشترك والكريم لكل الناس إنها فكرة لا تهدف وحسب إلى احتكار السلطة السياسية في جين سلالي إلى الأبد بل تنظر إلى البشر ككائنات قز دودية عليها أن تغزل الحريرة لتعيش عارية إنها فكرة أشبه بثقب أسود لابتلاع الجميع الدين والدولة والعقل والعصور والثروات والثقافة لصهرها في بوتقة عصابة سلالية ترى نفسها من طينة مقدسة وفصيلة دم مشع ومختلف عن بقية الخلق وأن يؤمن المرء بفكرة الولاية فهو يعلن عن عدم كونه إنسانا وإن من بهائم الأنعام حيوانات ناطقة بالعربية جدد ناشطون يمنيون مطالبتهم بسرعة الإفراج عن القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان المخفي قسرا في سجون الإرهاب الحوثي منذ تسعة أعوام ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت واسم قحطان مفتاح السلام للمطالبة بالضغط على الميليشيا بالإفراج عنه أكد الناشطون على ضرورة تمسك الحكومة بشرط الكشف عن قحطان قبل أي مفاوضات مع الميليشيا الإرهابية وندد الناشطون باستمرار الميليشيا الحوثي بإخفاء القيادي قحطان متجاوزة كل الأعراف المحلية والدولية والإنسانية كما طالب الناشطون بإنصاف ضحايا التعذيب ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيا الإرهابية الحوثية للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري أستاذ هدى كيف أصبحت جريمة التعذيب والإخفاء القسري سلوكا وممارسة فاضحة تقوم بها الميليشيا ضد المختطفين والمخفيين في سجونها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمعن ميليشيا الحوثي بارتكاب كافة القرائم والانتهاكات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك أيضا التشريعات الوطنية من قتل خارج إطار القانون إلى اختطاف وتعذيب وأيضا اعتقال التعسفية والرأي العام المحلي والدولي شهد في الآوينة الأخيرة اختطاف أكثر من خمسين موظف تابع للأمم المتحدة يعملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين للأسف قامت هذه الميليشيات باعتقال هؤلاء الموظفين ردا على قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة العدن وكذلك أيضا قرار نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى العاصمة عدن وبالتالي كان رد ميليشيا الحوثي باعتقال الموظفين الذين تعتبرهم رهائن للضغط على المجتمع الدولي ومنظماته وكذلك أيضا على الحكومة الشرعية والتحالف الجميع يعي ويفهم أن كل التهم التي رثقتها ميليشيا الحوثي بالموظفين وما أظهرته من مقاطع مصورة في قنواتها المرئية ما هي إلا التهم كيدية هدفها الزج بالموظفين يعني واختطافهم من خلال اختطافهم واعتقالهم وأيضا الضغط عليهم لاستخراج يعني اعترافات غير صحيحة وتهديدهم أيضا بالتالي حتى الآن لم يستطع أي محامي حضور تحقيقات النيابة وربما قد يحال هؤلاء الموظفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لقضاء الحوثيين وقد يعدموا أو يصدر بحقهم أحكام إعدام وهذا يعتبر قتل خارج إطار القانون وميليشيا الحوثي متعودة بين كل فترة وأخرى تقوم بإحالة المعتقلين والمختطفين التي تقوم باختطافهم من مناطقها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة ومن ثم إذار قرارات بالإعدام ويعتبر هذا نصا صريحا بانتهاك ومصادرة حق الحياة للمواطنين وقميع الفئات التي تعتبرهم رهائن متى ما احتاجت لهم للضغط على مختلف الأطراف لأيضا استخراج والإدعاء لطلباتها تقوم بهذا العمل والكل يعي مثل هذه الموارسات أمام هذه الجريمة المتكررة والممنهجة التي تتخذها الميليشيا الحوثية وسيلة لقمع كل صوت يعارض مشروعها الإرهابية السلالي ما هو موقف القوانين الدولية والمحلية تجاه هذه الجريمة والمطلوب حتى يتم إيقاف موارسة هذه الجريمة الحوثية الإمامية الممنهجة في بلادنا وبحق أحرار اليمن بالطبع القوانين الدولية وكذلك أيضا المحلية واضحة وصريحة فيما يخص هذه الممارسات والقرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وهي أيضا مقرمة وفق القانون الدولي الإنساني ووفق القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك أيضا التشريعات الوطنية وهي أيضا مرفوضة جملة وتفصيلا من الرأي العام المحلي والدولي نحن قمنا بالعديد من اللقاءات مؤخرا وكذلك أيضا عملنا على تنفيذ حملة إعلامية لمناصرة الموظفين الأمم المتحدة المختطفين في صنعاء والتقينا بالعديد من الجهات أوصلنا أصوات أهالي الضحايا إلى هذه الجهات بأنها يجب أن تقرم ولا تكتفي بالبيانات الصادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو إصدار بيانات ولكنها عليها أن تقوم بتنفيذ إجراءات وممارسات والضغط على ميليشيا الحوثي بالإفراج الغير مشروط على هؤلاء الموظفين وبالتالي أيضا مسؤولية الجميع مجتمع مدني منظمات دولية وأيضا المنظمات التي يعمل بها هؤلاء الموظفين عليها التحرك فورا وأيضا الضغط على المبعوث الأممي للتكلم ورز هذه الواقعة وأيضا التكلم عليها في إحاطته أمام مجلس الأمن كما نطالب كمجتمع مدني وكذلك أيضا كرأي عام بأن يتم تصنيف أو رفع تصنيف جماعة الحوثي إلى منظمات إرهابية وأن يتم مصادرة كل الأسلحة التي تصل إليه ومنعها أيضا وكذلك أيضا تكفيف منابع الأموال التي تصل إليه وملاحقته دوليا لأنه ارتكب العديد من الانتهاكات والقرائم المقرمة من خلال القوانين الدولية أو المحلية الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة الدفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصرار كنت معنا شكرا جزيلا لك نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مدينة تعز بمناسبة اليوم العالمين لمساندة ضحايا التعذيب ورشة عمل حول التعذيب والسبل مكافحته وخلصت الورشة إلى أهمية منهضة التعذيب بشتى صوره وفي مختلف الأماكن وقد ضمت الورشة عددا من المحامين والعلميين وأجهزة الأمن والعاملين في منظمات المجتمع المدني هذه اتفاقية خاصة بإيجاد آلية لحماية الإنسان من التعذيب الذي تعرض له أمام أي جهات سواء كانت جهات رسمية أو جهات غير رسمية هذه الاتفاقية كفلت حقوق الإنسان الذي يتعرض لهذا النوع من الاتحاف المسمى التعذيب أماط تقرير استقصائي حديث اللثام عن توجه حوثي حثيث للدفع بقيادات الميليشيا الإيرانية إلى واجهة المؤسسات والوزارات الخاضعة لاحتلالها بغية استكمال بنائها يكره على النموذج الإيراني وكذا حقيقة الدور الذي تلعبه طهران في تأهيل قيادات وعناصر الميليشيا الإرهابية كشف تقرير عن عودة قنص لميليشيا الحوثي في إيران إلى صنعاء في مهمة هيكلة وزارة داخلية الجماعة غير المعترف بها وذلك لكونه أحد القيادات التي احتكت بالتجربة الإيرانية وتلقت تأهيلا على يد الحرس الثوري الإيراني وبحسب تقرير لموقع المصدر أورلاين فإنه في مطلع العام 2020 ظهر قيادي حوثي يدعى عدنان قفلة في طهران بصفته القنص لليمني في السفارة بطهران واستمر كذلك حتى نهاية 2022 ليظهر بعد ذلك بشهور كمسؤول رفيع في وزارة داخلية الحوثيين ومسؤول عن اللجان الشعبية وقطاع القوى البشرية وقال التقرير إن هذا النشاط المزدوج من الدبلوماسية المفترضة إلى القيادة الأمنية يفتح الباب أمام أسئلة حول طبيعة الأدوار التي تقوم بها إيران في تاهير العناصر الحوثية سرا وعلنا في المجال العسكري والأمني والاستخباراتي وفد التقرير أنه قبل ظهور قفلة كان يتنقل بين إيران ولبنان وسوريا والعراق بصفته مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بالمكتب التنفيذي للحوثيين وحضر أنشطة رسمية في إيران ولدى أذرع المحور الأخرى بهذه الصفة وينحدر القيادي الحوثي عدنان قاسم قفلة من مدرية باكم شمال محافظة صعدة وينتمي إلى أسرة هاشمية كان والده قاسم علي قفلة بعصوص الحسني وبعد ظهور الحوثي تولى إسناد المقاتلين الحوثيين في مدرية باكم الحدودية والدفع بأقاربه للقتال في صفوف الجماعة وبعد سنوات ترك عدنان الدراسة وانضم للقتال في صفوف الحوثيين ثم تولى إدارة ما يعرف بمؤسسة الشهداء التابعة للجماعة حتى العام 2015 لينتقل بعدها إلى الجانب الأمني قطاع الدراسات وفي أواخر العام 2017 تم تهريب قفلة من اليمن إلى إيران عبر البحر ضمن مجموعة من القيادات الوسطى للجماعة للحصول على دورات تدريبية على يد الحرس الثوري وتلقى الخبرة من المؤسسات الرسمية الإيرانية قبل أن تكلفه الجماعة بمسؤولية مكتب العلاقات الخارجية للمكتب التنفيذي للجماعة وبعد عودته من إيران نهاية العام 2022 كلفه الحوثي مطلع العام التالي برئاسة اللجنة المركزية لدمج مجاميع اللجان الشعبية في هياكل وزارة الداخلية وفي يوليو 2023 عينه الحوثي مديرا عاما للقوى البشرية بوزارة الداخلية برتبة عميد وأورد التقرير عن مصدر أمني مطلع قوله إن قفلة خضع ضمن آخرين من الحوثيين خلال وجودهم في إيران لبرنامج تاهير قيادي على يد خبراء إيرانيين يشرف عليه الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات والأمن في إيران وأفدى ذات المصدر أن الأولوية لدى الحوثيين حاليا لتلاميذ الحرس الثوري والذين احتكوا بالتجربة الإيرانية وهذا أحد متطلبات التغيير الجذري وإعادة بناء سلطة الجماعة والذراع الإيرانية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية مثلت سياسة التربح على حساب أزمات ومآسي المواطن والمواطنين النموذج الأبرز والأوضح لمشروعها حيث عمدت الميليشيا على طول خط مسيرتها الإرهابية على نهب أموال المواطنين بأساليب متعددة وتحت مسميات مختلفة التقرير الذي نشره موقع صحوانت يسلط الضوء على متاجرة الميليشيا الحوثية بالوضع المأساوي الذي يعيشه المعلمون اليمنيون في مناطق سيطرتها إثر انقطاع مرتباتهم وتحويل أزمتهم إلى باب ربحي جديد يدر عليها الملايين مع بداية العام الدراسي لسنة 2019 رفض المعلمون بدعم من نادي المعلمين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الحضور إلى المدارس والتدريس نتيجة استمرار الميليشيا في سرقة مرتباتهم منذ أواخر العام 2017 معلنين حالة إضراب شامل عن الدوام حتى إعادة صرف مرتباتهم وتحت ضغط كبير من المعلمين والنشطاء والحقوقين حينها اضطرت ميليشيا الحوثي للبحث عن حيلة تمكنها من الخروج من مأزق المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه المعلمين والالتفاف على مطالبهم من شروعة وتحويل هذه المطالب إلى منفذ جديد للتربح والاتجار فجاءت بصندوق المعلم وبالرغب من ضخامة هذه الموارد التي تورد شهريا بشكل منتظم إلى حساب الصندوق إلى أن الميليشيا تملصت عن الالتزام بمسؤولياتها والوفاء بعهودها حيث أنه لم يتم صرف سوى حافز شهر واحد للمعلمين منذ تأسيس الصندوق وحتى اليوم سخرت ميليشيا الحوثي موارد الصندوق الهائلة لغرض تحقيق ثرائها الشخصي وفقا لما يخدم فكرتها السلالية ومشاريعها الطائفية الميليشاوية في البلاد حيث استخدمت الميليشيا موارد الصندوق لتمويل ورعاية نفقات المراكز الصيفية الميليشاوية القائمة على أساس نشر أجندات الميليشيا الطائفية وتمجيد زعمائها الإرهابيين ويدير صندوق المعلم شقيق زعيم الميليشيا الحوثية المدعوية حي الحوثي الذي جعل الصندوق منذ يوم إنشائه الأول بمعزل عن رقابة وزارة المالية والبرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون من جهة أخرى أكدت مصادر محلية أن آلاف المعلمين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية قد توقفوا بشكل كلي عن الحضور والتدريس منذ بداية العام الدراسي الجاري معلنين حالة إضراب غير معلنة وسط تكتم كبير من قبل الميليشيا وتلفت المصادر إلى أن معظم هؤلاء المعلمين قد انتقلوا إلى مأرب وتعز وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية بحثا عن أي فرص عمل هناك بعد سنين طويلة من تسلط الميليشيا الحوثية عليها ونهبها لمرتباتهم وتهديدهم بالفصل والملاحقة والاختطاف وتقف العملية التعليمية في مناطق الميليشيا الحوثية حاليا أمام واحدة من أكبر التحديات منذ عقود وذلك نتيجة لخروج عشرات المدارس عن الخدمة التعليمية إثر تسرب المعلمين وتوقفهم عن العمل مبقية على الدوام الإداري فقط والذي لا يستمر سوى لساعتين كحد أقصى اختتم المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بالتعاون مع منظمة اليونسيب في العاصمة الموقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية للأطباء المؤثرين حول أهمية أخذ جرعة اللقاحات ضد مرض شلل الأطفال وبقية أمراض الطفولة القاتلة وتلقى المشاركون في الندوة على مدى يومين معارف ومهارات متصلة بوضع شلل الأطفال والحصبة والتحصين الروتيني في اليمن ودع القائمون على الدورة المشاركين إلى تمثل مخرجات الدورة على صعيد الواقع العملي ونقل المعارف إلى زملاء العمل وتوسيع دائرات إيصالها إلى المجتمع المحيط مشيرين إلى أن تأثير الأطباء كبير ولا يستهان به وينبغي توجيه نحو المسارات السليمة الهادفة إلى الرفع من مستوى الوعي تجاه قضايا التحصين الصحي شهدت مدينة المكلة حفلة خرج طلاب أربطة التربية الإسلامية بفروعها المهنية والشرعية وسط أجواء غامرة بالفرحة وقد شهد الحفل فقرات هادفة وسط حضور لأولياء أمور الخريجين وتكريم الأوائل احتضنت قاعة الفقيد الداعية الراحل أبو بكر المشهور حفلا ختاميا لخريجي رباط العطاس التابع لأربطة التربية الإسلامية ومركزها المهنية والتعليمية بساحل حضر موت وشهد الحفل حضورا مميزا لعدد من الدكاترة والشخصيات الاجتماعية والدعاء وطلاب العلم وأهالي الخريجي تخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة الإنشادية والفرائحية الهادفة والداعية إلى النهضة الإسلامية وبالثقية من خير والإحسان واليقين في قلوب الناس في هذه الليلة نبارك جميع طلاب أن حفل تخرجهم من أربطة التربية الإسلامية سواء كان المنتسبين إلى جامعة الوسطية الشرعية من طلاب علوم الشريعي وقانون قسم الفقه ووصوله أم من جامعة حضر موت بكلياتها المختلفة سواء كان تخصص المختبرات أو تخصص الهندسة أو تخصص الحاسوب ونسأل الله تعالى أن أجعل لهم إن شاء الله في مجالهم المستقبلي إن شاء الله كل التوفيق وكل النجاح كما تشاهدون اليوم الحفل التكريمي لطلاب جيل السلامة وهذا الاسم هو ما مستخلص من حياة الجيل الذي قد ترعرع ونشأ في هذه الأربطة منهم لمدة أربع سنين ومنهم لمدة خمس سنين وبعضهم بل جمعوا ما بين العلم الشرعي الأبوي النبوي المسند وبعضهم من من تلقى العلم الأكاديمي النظري والتطبيقي وتداول الحفل العديد من الفقرات منها الشعر والموشحات الإسلامية والأناشيد الإسلامية الهادفة زفا في الحفل تسعين خريجا من جميع أقسام أربطة التربية الإسلامية بفروعها المهنية والتعليمية الشرعية وسط فرحة غامرة وتفاعل كبير من قبل الحضور اختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين والرواة في مختلف التخصصات تقديرا لتميزهم وإبداعاتهم كما تم تكريم الخريجين وأعضاء اللجان المنظمة تقديرا لجهودهم في تنظيم الفعاليات والأنشطة عماد العامري لقناة سهي من مدينة المكلة نشرتنا انتهت تعود إلى أهم عنوينها بحضور الرئيس الصيني الأمين العام لتجمع اليمن للإصلاح يشارك بمؤتمر إحياء الذكرى السبعين لطرح المبادئ الخمسة للتعايش السلمي محتجون في مأربة وتعز ينددون باستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني بحق غزة والتجويع الممنهج لسكان القطاع ناشطون يمنيون يجددون مطالبتهم بسرعة الإفراج عن القيادي محمد قحطان والتمسك بخيار عدم التفاول للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة اكس واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة